بالنسبة لكل كلام غير كلام معصوم صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون فيه ما ينتقده الناس ولو كانت البردة خالية من النقد بالكلية لكانت بمثابة الكلام المعصوم وليست كذلك فهي كلام غيرها من الكلام وقد قال الشافعي عندما سئل عن الشئر كلام حسن وحسن وقبيحه وقبيح فلذلك هذه القصيدة وغيرها من القصائد التي مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محاولة لأداء حقه صلى الله عليه وسلم الواجب على أمته من الثناء عليه وقد أثنى الله عليه سبحانه وتعالى وكفى بذلك وأثنى عليه أصحابه ومدحوه وأثنى عليه التابعون بعدهم وأتباعه وكل زمان يثنون عليه ولا يكملون مدحه ولا ثناءه المستحق والبوصري رحمه الله كان من هؤلاء الذين أجادوا في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ثم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا الخطاب هنا لا يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يخاطب به الله سبحانه وتعالى ولكن تداخل الضمائر يقع وهو معروف في اللغة وهو مهل قوي الله تعالى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونديراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً تسبحوه أي تسبحوا الله وليس معناه أن تسبحوا الرسول الذي كان الخطاب كانت الضمائر عائدة إليه وتداخل الضمائر كثير في لغة العرب وفي القرآن كقول الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير انظر إلى هذه الضمائر كلها ضمير لمفرد وكلها بلغو الغائب سبحانه الذي أسرى بعبده هذا الضمير الأول ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هذا الضمير الثاني لنريه هذا الضمير الثالث من آياتنا إنه هذا الضمير الرابع وهذه الضمائر كل واحد منها يعود إلى مفسر غير مفسر الآخر ومن كان من أهل الفهم ومعرفة اللغة لا يضيق ذرعا بمثل هذا النوع ويحمله على أحسن المحامل ومن ليس كذلك فلا يمكن أن يخلو أي كلام مما يمكن أن ينتقد ويوجد فيه بعض العبارات التي غيرها أو تكون خطأا وأيضا حتى لا بد أن نبين أنه لا إشكالا لو قلنا أخطأ البوصرية أو أخطأ غيره هذا الأمر عادي ليس معصوم وكل بني آدم خطأون وخير الخطأين التوابون